الشيخوخة الطريقة الوحيدة المتاحة لتعيش طويلاً ربما هذه الجملة التي قالتها كيتي كولينز أقرب لأن تكون واقعاً في مجتمعنا العربية حين يمتلق قدراً كبيراً من الوعي لمشاكل كبار السن والتي يسعى العالم في كل عام في تشرين الأول للتوعية بها من خلال اليوم العالمي للمسنين اعتمد هذا اليوم كأحد أعياد الأمم المتحدة في عام 1991 في عام 1991 تلوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن كالهرم وإساءة معاملتهم وهو أيضاً يوم للاحتفال بما أنجزه كبار السن للمجتمع لهذا اليوم مجموعة من الأهداف يسعى على تحقيقها بكل عام فهو يعمل على لفت الانتباه إلى فئة المسنين والتي ساهمت في تنمية المجتمعات وقدرتها على مواصلة المساهمة ويعمل على التوعية بأهمية الرعاية الوقائية والعلاجية لكبار السن وتعزيز الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض وتوفير التكنولوجيا الملائمة كما يعمل على تدريب الموظفين في مجال رعاية كبار السن وتوفير المرافق اللازمة لتلبية احتياجاتهم كدور العجزة وتعمل على حث المنظمات غير الحكومية والأسر لتقديم الدعم للمسنين لاتباع أسلوب صحي جيد كما تعمل أيضا على التعاون بين المؤسسات الحكومية والأسر والأفراد لتوفير بيئة جيدة لصحة ورفاهية المسنين واليوم في اليوم العالمي للمسنين نقول لمسنين العالم أجمع كل عام وأنتم بألف خير اشتركوا في القناة